وسريعاً أيضاً ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق بجامعة عين شمس أهلاً بحضرتك يا فندم وكل عام وحضرتك بألف خير أهلاً بحضرتك ومشاهد الكريم وكل عام ومصر وأهلها بخير وسعادة طيب يمكن زي ما احنا شفنا كان فيه اهتمام كبير من الدولة بمشروعات الطرق والكباري في سينة وأصبحنا وكأننا يعني أمام إعادة تعمير مرة أخرى أو إعادة البنى التحتية في مجال سواء كنا نتحدث عن الطرق والكباري أو النقل كيف ترى ما تحقق يا فندم وتعليقك أيضاً على مشروعات التي نفذت في هذا الإطار إطار سينة تحديداً يعني ما تم من مشروعات لربط شبه جزيرة سيناء بباقي أجزاء الجمهورية لم يكن وليد اليوم ولكن هو خطة الدولة ماشي عليها من بداية 2014 وهناك مشروعات تنمية مستدامة كان لابد أن يكون في شبكة نقل قوية حتى يتم دعم هذه المشروعات وتشجيع المستثمر وتشجيع المواطن على إقامة مشروعات في هذه المنطقة من الغالية على قلب كل مصري من أرض مصري عندنا أنفاء لو بنتكلم على عدد الأنفاء الموجودة عندنا خمسة دلوقت اتنين في شمال الإسماعيلية اللي هم تحية مصر واثنين في جنوب بورسعيد اللي هم تلاتة يوليو وهي نفق الشهيد أحمد حمدي اتنين أو الزواج نفق الشهيد أحمد حمدي كل هذه الأمور هي شرايين لربط جيد وسريع لمحاور نقل قوية لسقورة الوصول إلى هذه المنطقة كان قبل الأنفاء وقبل الشرايين للطرق اللي تم إنشاءها كمان داخل سيناء عندنا مجموعة من الطرق يمكن لها يتسعى الوقت لسردها داخل سيناء في وقف وصف سيناء أو في شمال سيناء أو في الجنوب هذه المحاور مرتبطة أيضا بشبكة الأنفاء التي تم إنشاءها الهدف من هذا الأمر هو التنمية المستدامة وعندما يتعلق الأمر بتنمية سيناء فسيناء أمن قومي ويمكن فخامة الرئيس أشهر عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فالتكلفة ما هيش عنصر في أننا هدفع كام أو هصر كام لأن ما تم رصده من استثمارات لمنطقة شبه جزيرة سيناء أو أقليم سيناء اللي بيمثل 6% من مساحة مصر الاستثمارات عالية جدا المشروعات المستدامة من فترة للتانية بنلاقي استثمارات على أرض الواقع وإذا كمان خلينا نقول أن على الرغم من أن العالم كله اصابه الشلل بسبب الوباء اللي موجود إلا أن المشروعات اللي في مصر شغالة بفضل الله وإحتياطات احتراضية قوية مواقع العمل شغالة والاستتحاد بتمث أوقاتها في توقيتاتها وهذه الأمور لها مرضود على الاقتصاد المصري اللي أشادت دي كل المؤسسات الدولية وقالت يمكن يكون هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة اللي هيحقق نموه على الرغم من الاقتصادات الأخرى في الدول المجاورة هيصبها شيء من السلبية بسبب الشلل اللي تم في المشروعات وتأثيره على الاقتصاد بتاع هذه الدول إلا أن مصر مشي كدولة بمؤسساتها يمكن ده كان العنوان الأبرز يا فندم يعني دكتور حسن كان العنوان الأبرز إنه مع وجود أزمة بيعاني منها العالم بأجمعه ولكن مصر حتى هذه اللحظة بيتصير على الطريق المستقيم طريق الأمام بسرعة كبيرة عجلة الإنتاج والصناعة تعمل بشكل مستمر وبشكل إيجابي للغاية العالم كله يتابع هذا شكرا لحضرتك يا فندم كنت معي عبر الهاتف الدكتور حسن عفيف أو حسن مهدي عفوا أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس شكرا جدا لحضرتك